صلت التقرير صحفية الضوء على هروب القيادي في جماعة طالبان إحسان الله إحسان منتقدة في الوقت ذاته التزام الأمن الباكستاني الصمت حيال عملية الهروب تلك واستنكرت وسائل إعلام موقف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن عدم الإدلاء بكلمة حول هذه المسألة على الرغم من التقرير واسعة الانتشار التي ناقشت هذه القضية في نفس الوقت أثارت أحزاب المعارضة في البرلمان تساؤلات حول هروب إحسان ولكن لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن وكان القيادي في جماعة طالبان نشر مقطعا صوتيا أكد فيه أنه فر من أحد مراكز الاحتجاز في باكستان وشغل إحسان الله إحسان منصب المتحدث الرسمي باسم جماعة طالبان المتورطة بالعديد من أعمال العنف